موسيقى الحقيقة مواضيع كثيرة جدا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم ولكن اهم هذه المواضيع من وجهة نظر يا عبد الرحمن ما حدث مع النادي الاهلي هنتكلم عن ماتشي سينبا و هنتكلم عن فنيات بالمناسبة الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معانا النجم الكبير كابتن ربيع عسين كابتن ربيع عسين هنتكلم معاه فيما يخص النواحي الفنية في كل الموضوعات اللي فاتت واللي جاية ومنتخب مصر وكلام كتير من هذا القبيل ولكن موضوع التحكيم بالنسبة لي يمثل لغز كبير جدا جدا ويثير جدل كبير جدا رغم اشادة الجميع الحقيقة باداء الاطقم الحكام المصرية في نهايات كأس الامم الافريقية الحقيقة ولكن مع عودة الدوري بدأ الجدال مرة اخر اداء تحكيمي سيء خليني ابدأ او اتكلم في هذا الامر في مباراة الاهلي والبنك الاهلي مباراة الاهلي والبنك الاهلي خطأ تحكيمي واضح من خلاله درب الجزاء 100% فيش شك فيه خلي بالك ممكن يقولك ايه بس دربة الجزاء ممكن تيجي وممكن ما تجيش صح بس احسبها الله ينور عليك ديني حقي ديني حقي خليني اضايح خلينا اتغلب بشرف خلينا اقول ان انا خد تحق في المتش نعم خلينا اقول ان انا خد تحق في المتش بالتحكيمي بعيدا عن البنك الاهلي وبعيدا عن اي حد تاني ولكن انا ما عنديش مشكلة ان النادي الاهلي يتغلب وكنا انا استحق الهزيمة في هذه المباراة بالمناسبة والكلام ده انا سمعته في الاستوديو التحليلي وسمعته في كل الاهلي في رمضان خلال الايام السابقة ولكن هو ليه حضرتك مش عايز تديني حقي هو ليه حضرتك لما بتبقى كويس في هذا البرنامج وفي هذه القناة ومن خلال هذه الشاشة اكتر شاشة اشادت بالحكام واكتر شاشة وقفنا لهم احترام وعملنا معهم كل حاجة حلوة ايام ما كانوا في البطولة الاقومة الافريقية وما كان البرنامج البيت الكبير وكنا شغالين كل يوم كنا كل يوم بنتطلع نسقف وانطبل للحكام وهم يستحقوا التطبير ويستحقوا التسقيف في الوقت ده ايه اللي حصل لماذا تغير اداء الحكام الى هذا الاداء السيء لماذا تظهر هذه الاخطاء مع النادي الاهلي يعني وهو برضو اللي بيدحك في الامر ايه اني يقولك تم ايقاف كابتن البنة 3 اسابيع منه انا استفدت يا كابتن 3 اسابيع لشهر انا كنادي اهلي استفدت ايه وانا خسرت 3 نقاط كان ممكن جدا وانا في اسوأ حالاتي الفنية اكسب ان انا تيجي ضرب الجزاء واحسن بها وتبعض 2 وفضل 10 دقائق ولموتش يخلص طح فيعني انا الحقيقة مش عارف هو ليه لاجنة الحكام تطلع تقولك يعني او بيسربوا هم مش عايزين يقولوا هم بيسربوا ان تم ايقاف الكابتن البنة لمدة 3 اسابيع وكابتن محمود الحنفي او كابتن محمد الحنفي مدة اطول لانه بالنسبة لي كابتن محمد الحنفي هو المخطئ الابرز والاكبر في هذا الامر لانه كان يجب عليه ان هو يقول للحكم ان الكرة دي ركل الجزاء وتعالى بص عليها والحكم ما ياخد قرار صح على الالي يدي له تشيك بار يعني على الالي يقول له فيه خلاف او فيه حاجة تستاهل انك تبص في البار يعني دي حاجة الحاجة التانية كابتن غريب في الامر بقى تصريحات كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة التحكيم التصريحات غريبة جدا ايه علاقة الوف سايد انا مش فاهم الموضوع يعني هو احنا بنختلف على ضرب الجزاء اه لا احنا بنقول احنا اوف سايد دلوقتي استذكره من اول اوف سايد اولا الجدال واضح في البار على ضرب الجزاء خلاص الموضوع منتهب وبعدها نلاقي بريرا بقى يطلع يدفع عن اخطاء الحكام ونكتشف في الاخر ان احنا مش عارفين تصريحات مين النصحة كابتن محمد فاروق ولا بريرا رئيس لجنة الحكام وبعدين احنا عندنا ده تاني رئيس لجنة حكام اجنبي نفس الخلافات المصري بيلي طريقة والاجنبي بيلي طريقة تانية انا افاكر رئيس لجنة الحكام اللي فات كان عايز يعرض الفيديوهات بتاعة الفار على السوشال ميديا تقريبا يعني تقريبا دي اكتر حاجة وقف اصاده فيها مش عارف ليه بريرا عايز يطلع العقوبات برضو دي اكتر حاجة وقفل له فيها مش فاهم الفكرة ايه لكن انت في النهاية ركل الجزاء عليها جدل ما تحسبتش انا لقت الافساد بالموضوع كابتن